السلام عليكم ورحمة الله الطلاب العاشر أحبائنا مثل ما وعدناكم اليوم بنا نشرح قطعة The Power of Imagination وهذه القطعة موجودة في Unit 10 وعنوان الوحدة Cultural Tourism السياحة الثقافية بداية نأخذ المعاني الموجودين في الصندوق الأصفر الكلمات موجودين بالترتيب artist فنان sculptor نحات sketch رسمة غير مكتملة رسمة غير مكتملة نسميها sketch drawing رسم وممكن تكون لوحة painting كمان نفس الشيء كلمة painting و drawing شبهات جدا في بعض الاستخدام رسمة لوحة رسم كله نفس المعنى effect تأثير portrait هي صورة شخصية وغالبا ما تكون للوجه والأكتاف فقط يعني زي لما بدك تروح تصور حالك من أجل هوية أو من أجل رخصة القيادة بتسوي الصورة لازم تكون portrait يعني صورة شخصية بس للوجه والأكتاف examine معناها يتفحص affect معناها يؤثر ننتقل لشرح الفقرة عنوان الفقرة أو الدرس the title is the power of imagination كلمة the power معناها قوة أو المقصود فيها قوة الخيال أو طاقة الخيال هذه المقصود فيها تصور أو خيال وبهذه الطريقة cultural tourism السياحة الثقافية تعني traveling to a certain country and to سافر إلى بلد معين to experience حتى إنك تجرب its culture ثقافتها including بما في ذلك its language لغتها history تاريخها art الفن اللي فيها and other aspects of culture وأوجه مختلفة أخرى للثقافة وبالتالي أنا في عندي هون ضميرين أول واحد its وثاني واحد its هاي الإتس والإتس بنسميها passive pronouns ضمائر ملكية تعود على مفرد غير عاقل فأنا لما بتكلم قاعد وأحكي ثقافتها لغتها تاريخة المقصود فيها اللي هي إشي بخص هذه البد وبالتالي its هون وهون ترجع على كلمة country thousands of tourists آلاف السياح from around the world من أنحاء العالم visit the Louvre Museum in Paris بيزوروا متحف اللوفر في باريس اللي هي إحنا نعرف إنها the capital city of France يعني عاصمة فرنسا طب ليش بيزوروا متحف اللوفر في باريس بيزوروا to see the Mona Lisa by Leonardo da Vinci حتى يشوفوا لوحد الموناليزا اللي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دا Vinci والآن أعطاني شوية تفاصيل عنه فحكالي إنه ليوناردو دا Vinci was born in Italy in 1452 يعني موليد إيطاليا سنت 1452 he is regarded هو يعرف من هو الذي يعرف من هو هي اللي هو إيش ليوناردو دا Vinci إذن هون هي بترجع على اسم هذا الارتست الفنان فهو يعتبر as one of the world's greatest artist واحد من أعظم فنانين العالم for being لكونه talented musician يعني موسيقي وموهوب وكلمة talented معناها ذوهبة يعني موهبة عنده موهبة في musician فهو شخص موسيقي سكالبتر أيضا هو نحات as well as being a brilliant scientist أيضا هو عالم لامع and inventor وكمان هو مخترع إذن كل هاي الشغلات والصفات كانت موجودة والمواهب مع ليوناردو دا Vinci ولم يكن فقط يعني artist مختص في الرسم في البينتنغز في اللوحات إنما كان musician كان سكالبتر كان عبارة عن scientist and inventor his note box كتب الملاحظات تبعونه لأن his هذا نسميها برضه بباصل في برناون وهي تعود على مفرد عاقل مذكر كتاب الآن هون الحكالي والله his note box كتاب ملاحظات وكتب ملاحظات وعن مين بتكلم ما ذكر شخص آخر إلا ليوناردو دا Vinci وبالتالي هاي ترجع على ليوناردو دا Vinci his note box were filled with sketches بالرسومات غير المكتملة and drawings والرسومات أو اللوحات of many things لأشياء عديدة لآن شو الشغلات اللي كان يرسمها بدي أعطينا شوية تفاصيل عن الشغلات كانت موجودة في داخل اللي هو دفاتر الملاحظات تبعته when he was fifteen years old لما كان عمره خمستاشر سنة ليوناردو began بدأ ليوناردو to work for an artist يعني بلش يشتغل مع واحد من هالفنانين وهو عمره قديش خمستاشر سنة he learned how to paint تعلم كيف يرسم هاي كمان هون ضمير هذا هي هون ترجع كمان مرة على ليوناردو دافنشي إذن هو ليوناردو تعلم كيف يرسم sculpt ينحت design ويصمم jewelry المجوهرات by the age of twenty لما صار عمره عشرين سنة ليوناردو was a great painter كان رساما عظيما and sculptor وأيضا كان نحاتا عظيما ليوناردو began work بدأ العمل on many large paintings على العديد من اللوحات الكبيرة but very few ولكن القليل جدا of them if of them من هذه إيش من هذه اللوحات إذن them هذه نسميها objective ونضمير نفرول به يعود على large paintings على اللوحات الكبيرة ولكن الكثير من هذه اللوحات الكبيرة where أو القليل جدا where finished يعني تم إنهاء he did however discover هو يعني برغم ذلك اكتشف how to use light and dark كيف إنه يستخدم الضوء والعتمة to create effects حتى إنه يصنع التأثيرات التأثيرات من خلال الرسومات his painting لوحته المعروفة اللي اسمها Mona Lisa is a masterpiece وكلمة masterpiece تحفى فنية يعني شيء unusual غير عادي هذه من يسميها masterpiece وبالتالي لوحته المعروفة بإسم Mona Lisa تعتبر a masterpiece لوحة فنية أو تحفى فنية of light and dark للظلام أو للقتامة اللون والضوء light and it is probably وهي من المحتمل it is probably من هي it اللي هي الموناليزا اللوحة الموناليزا وبالتالي تعتبر من الممكن probably the most famous portrait أكثر صورة شخصية مشهورة in the world today في العالم في هذا الزمان ليوناردو was greatly interested كان مهتماً ليوناردو بشكل وطرقة كبيرة جداً in science بالعلوم and nature والطبيعة so he examined لذلك هو كان يختبر أو يجري فعصات على plants in the batat and trees والأشجار ليش كان يسوي هاي الأشياء ليش كان يفحص اللباتات والأشجار to discover حتى يكتشف how they grow كيف تنمو والذي هاي ترجع على plants and trees كيف تنمو منه اللي كيف تنمو اللي هي الأشجار والنباتات he also studied أيضاً هو درس he also studied rocks الصخور ليش درس الصخور to see how they were formed حتى يرى كيف تشكلت وتكونت and he carried out ونفذ وطبق tests اختبارات تجارب to show حتى إنه يبين أو يظهر what things الأشياء can affect التي تؤثر can affect the wind الرياح and the oceans والمحيطات ليناردو was also very interested in machines أيضاً كان عنده اهتمام كبير جداً في الآلات and sketched وقام بعمل رسومات غير مكتملة many inventions للعديد من الاختراعات تبعته he studied how birds use their wings يعني هو درس كيف الطيور تستخدم أجنحتها بعرف كلمة birds طيور ثم كلمة wings أجنحة إذن هو درس كيف الطيور تستخدم أجنحتها to fly حتى تطير and invented وهو أيضاً اخترع some flying machines بعض الآلات الطائرة وهي a type of parachute وكلمة parachute هي المظلة لما ينطل واحد من الطيارة كمظلة بختحها حتى إنه ينزل to land safely حتى إنه يهبط بسلام هذه كلمة parachute والكل إحنا بنعرفها وهو عبارة عن early helicopter وكمان أيضاً اخترع عن كأنه helicopter هي الطائرة العامودية and an airplane وطائرة عادية إذن هذه كلها عبارة عن inventions belongs ليوناردو دافنشي يعني عبارة عن اخترعات أو invention belongs ليوناردو دافنشي طيب وكان يعني يعني معجبين في الناس جداً and greatly respected وكان يعني عنده قيمة احترام كبيرة من قبل الناس however وبالرغم من ذلك when when he died عندما مات in 15 19 عام 1519 CE his works أعماله were not really understood لم تكن بالحقيقة مفهومة ليش الناس ما قدروا يفهموا أعماله السبب because he was a true genius لأنه كان عبقري حقيقي far ahead of his time كان بعيداً جداً عن الزمان اللي هو عايش فيه يعني متقدم عن عصره أو سابق عصره إذن شرحنا القطعة الآن ننتقل إلى suggested questions الأسئلة المقترحة and the first question what is meant by cultural tourism ما المقصود بالسياحة الثقافية؟ تعريفها it is to travel هي عبارة عن أنك لما تسافر لذولة معينة to experience its culture حتى تختبر ثقافتها language لغتها history art and other aspects of culture هذا تعريف cultural tourism question number two why do tourists visit the Louvre museum in Paris ليش السياح بيزوروا متحف اللوفر في باريس؟ أو متحف اللوفر في باريس؟ السبب to see the Mona Lisa by Leonardo da Vinci كلهم بروحوا على متحف اللوفر الناس كسياح حتى يشوفوا لوحة الموناليزا اللي رسمها ل Leonardo da Vinci ثم هذا السؤال أعطاني على شكل statement جملة وأنا بدي أكامل الجواب هو زي definition تعريف حكالي a person who is traveling or visiting a place for pleasure is cold الشخص الذي يسافر أو يزور مكان من أجل المتعة يسمى أكيد يسمى tourist وكلمة tourist معناها سائح ننتقل لسؤال true or false صح أو خطأ then correct the false sentence بعد ذلك بدي أصحر الجملة الخاطئة Leonardo da Vinci was born in France in 1452 CE شو رأيكو؟ هل هو موليد فرنسا أم إيطاليا؟ لا أكيد هو إحنا من خلال النص حكالنا أنه he was born in Italy لذلك هاي الجملة false والتصيح تبعها هم نستبدل كلمة فرنس بكلمة Italy Leonardo da Vinci was a polymath الآن هاي كلمة polymath جديدة عليك ولكن معناها متعدد المواهب والمعارف والمهارات هذا الشخص بسميه polymath إذا كان الواحد يعني سبع صنايع والبخط ضاية بيعرف كل إشي يعني زينا تحكيها أبو العريف عنده كل إشي بيعرفه بسميه polymath وبالتالي هل كان Leonardo da Vinci a polymath يعني متعدد المواهب أكيد هذه الجملة صحيحة وأكبر دليل لو أنا بدي أرجع للنص وأتأكد هاي the reason السبب because he was a musician sculptor scientist and inventor كل هاي الشغلات كانت موجودة عنده إذا هو شخص متعدد المواهب والمعارف بدأ ليوناردو العمل عند فنان عندما كان عمره عشر سنوات هاي الجملة ليست true إنما false والجواب الصحيح إنه بدأ العمل عند فنان عندما كان عمره 15 years old 15 سنة في كثير من الطلاب بيقولك أنا ما بعرف كيف الجملة بديه والله صعب يا أستاذي امتحاني عندي مشاكل أنا بقرأ الجملة وما بفهمهاش طبعا الآن أنت هي الجملة بسيطة جدا يعني أنا بدي أعطيك مثال بسيط يعني أنا لما أحكي مثلا ذهب محمد إلى البقالة ليشتري مثلا الأرز وأنا بسألك بعد ذلك بقولك لماذا ذهب محمد إلى البقالة إذا أنت تلقائيا راح تعرف إنه الجواب بسيط جدا وليس صعب حتى يشتري الأرز إذا نفس الفكرة بالإنجليش ولكن الفرق إنه أنت بالإنجليش ما في عندك مصطلحة مصطلحة And you can't understand the statement إنت ما بتقدر إنك تفهم الجملة يعني هاي هون This or that makes the answer difficult for you هذا اللي بيخلي الجملة صعبة بالنسبة لك لذلك You must enrich your vocabulary يجب عليك أن تتمكن من مصطلحاتك وتحفظ as much words as you can or as many words as you can sorry الجملة البعديها By the age of twenty بعمر العشرين لما صار عمر عشرين سنة ليناردو was a great teacher أصبح ليناردو معلما عظيما شو رأيكو؟ مالوش دخل في التعليم أصلا وهي الجملة خاطئة إنما هو أصبح بعمر العشرين great painter and sculptor يعني رسام ونحات عظيم إذن هاي الكلمة غلط فبستبدلها في painter and sculptor Using dark and light effects was his fabulous discovery استخدام الألوان الغامق والفاتح أو التأثير الغامق والفاتح في لوحاته كان هو اكتشافه الفابلس الرائع والمذن هذه الجملة ترو صحيحة وتبينت لنا من خلال رسمته للموناليزا ليناردو examined humans and animals يعني كان يفحص البشر وكان يفحص الحيوانات لا هذه الجملة مذكرش فيها لا موجود في النص إنه فحص لا humans ولا animals لما الجواب إنه examined plants and trees يعني كان يفحص النباتات والأشجار بالانتقال إلى السؤال طلعنا من الآن إطار true and false نروح لها سؤال عادي آخر pick up a word in lines 2025 بدي أنا أطلع كلمة من سطر 20 إلى 25 which means تعني special or unusual special معناها مميز unusual غير عادي الآن بنرجع كمان مرة بنحكي إذا أنت معرفتش معاني صعب إنك تحل لذلك أنا حتى أحل أي تمارين وأعرف إنه الأسئلة تصير بسيطة بالنسبة اللي لازم أحفظ مفردات قبل ما بقدر لأن الكلمة اللي معناها special or unusual من سطر 20 إلى 25 هي كلمة masterpiece اللي هي تحفي السؤال السادس How could you know كيف بتقدر إنك أنت تعرف that Leonardo was interested in science كيف إنك أنت بدك تعرف إنه ليوناردو كان مهتما بالعلوم الجواب He examined plants and trees هو اختبر أو فحص وصوه فحصات على النباتات والأتجار He studied rock درس الصخور carried out tests to show what things can affect the wind and oceans يعني درس كمان أو نفذ تجاربا على حتى يبين إنه شو هي الشراط اللي بتأثر على الرياح والمحطط هاي كلها أشياء كانت مذكورة بالنص بتوديني للجواب أو ليش هو كان أو كيف استدليت إنه هو مهتم بالعلوم من خلال هاي الأشياء اللي هو كان يسويها سؤال سبعة ما المقصود بالفعل المركب كلمة الفعل المركب كلمة الفعل المركب حتى أفهمك شو الفعل المركب هو عبارة عن فعل زائد حرب جر carried out هذا من سميه فعل المركب فعل المركب إذن ما المقصود ب carried out وبالتالي إنت بدك تحاول إنك تطلع المعنى it means يعني having something accomplished or done إنك إنت تنجز شيء معين أو تنفذ شيء معين هاي كلمة carried out as a phrasal verb question number 8 how could you know كيف إنت بتقدر إنك تعرف that leonardo was interested in machines كيف إنت عرفت أو ممكن تعرف إنه ليناردو كان عنده اهتمامات في الآلات من خلال إنه he invented some flying machines اخترى بعض الآلات الطائرة type of parachute وهو نوع من البراشوت حكينا كمان airplane اللي هي الطائرات هذا اهتمامه بالmachines question number 9 why weren't leonardo's works understood لماذا لم تكن أعمال ليناردو مفهومة هذه موجودة بآخر فكرة إحنا حكيناها بالدرس السبب إنه because he was too genius كان عبقري بحقيقة far ahead وبعيد جدا of his time عن زمانه أو سابق زمانه هذا السبب اللي ما يجعل الناس تفهم أعماله بطريقة صحيحة question number 10 وممكن يكون إذا دخل في past passive اللي grammar الموجود في هذه الوحدة طلب مني السؤال pick up from the text بدي أنا أطلع من الناس two sentences جملتين in the past passive في جملة passive بحالة الماضي البسيط يعني المبني المجهول ماضي بسيط في المبني المجهول لأن الجملة الأولى حددت لك إياها بلين 7 سطر سبعة Leonardo da Vinci was born ولدا in Italy in 1452 إذا هاي جملة الباست passive استذلت من خلال إن استخدمت الواس لأن أنا بعرف إنه الباست passive was aware as helping or auxiliary verb ثم بعد ذلك تستخدم verb 3 اللي هو born الجملة الثانية لين 11 حددت لك إياها بسطر 11 his notebooks were filled where filled with sketches and drawings of many things كيف استذلت إنه هاي الجملة past passive إني أنا استخدمت where as an auxiliary verb كفعل مساعد وبعد ذلك verb 3 اللي هو التصريف الثالث من fill filled إذا في حالة وجود where or was وبعد ذلك followed by verb 3 or past participle بعرف إنه هاي الجملة عبارة عن past passive كانت هذه كل الأسئلة المقترحة بالنسبة للنهاية القطعة بتمنى لكم العلامات اللي كويسة ادرسوا كويسة جماعة ضروري إنكوا تتعبوا شوي على حالكم مالش إحنا عملنا يعني نضغط حالنا علشانكوا انتوا ولكن بالنهاية لازم يكون في من عندك مجهود في من عندك تعب في من عندك جدية والله يعطيك ألف عافية شكرا شكرا شكرا